تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان وليو عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من معالي سكوت موريسون رئيس وزراء استراليا جدد خلاله شكره وبالغ تقديره للتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات في عملية إجلاء رعاية الأستراليين من أفغانستان إضافة إلى دبلوماسي الدول الصديقة والعاملين في المنظمات الإنسانية والأفغان خلال هذه الظروف والتحديات الصعبة مؤكدا أن التسهيلات الإماراتية كان لها كبير الأثر في دعم جهود الحكومة الأسترالية العاجلة في إجلاء مواطنيها وحامل تأشيرات من أفغانستان والألاف من مواطني الدولة الصديقة